ما من حقها أو ما عليها بالإجابة وتوضيح لما تحدث به برأيك؟ ما مفترض؟ أكو حيثيات لهذه التوقعات؟ نعم مساء الخير عليكم جميعاً وعلى ضيفك الكريم حقيقة يعني هذا التصريح إحنا يعني كمختصين بشؤون الطاقة نفهمه يعني هناك جانبين إلى جانب فني صرح به الوزير التصريح أن النفط هو يعني آيل ينتهي وهناك هبوط بالأسعار وهناك عدم الحاجة خلال العشر سنوات القادمة حقيقة هذا الكلام يعني فنياً وعلمياً غير صحيح تماماً ولا أعلم يعني ما هي النية وراء هذا الحديث اللي صار بس مجرد تغيير اللي صار أن العراق انضم حديثاً لمؤتمر باريس للمناخ وهذا المؤتمر حقيقة على العراق تبعات اقتصادية في مجال انبعاثات الكربونية من ضمنها معالجة كثير من المشتقات النفطية الصناعة النفطية وحتى يعني حقيقة نحن ما عدنا شيء اسم صناعة نفطية ولكن هناك الزام من هذا المؤتمر على العراق بخفض هذه الانبعاثات هذا فقط هذا من جانب جانب آخر يعني هذا ضد الكلام اللي يعني يعني مو صحيح كلاماً لأننا أخذ نقطة من الجانب واحد من صار باربعين دولار نعم تحمل المواطن نعم من صار ثمانين وني تحمله أنا أريد أعرف الأربعين وين جاي تروح الثانية احنا أسسنا موازنتنا وقريناها على هذا الوضع لكن صعد أربعين وين من المحتمل بأن نكون 120 على هذه السنة الجديدة أنا أريد أفهم هذه الأربعين ليش المواطن ما يلحص بيها فقط بالنقصة حقيقة يعني مع كل الأسف الشديد نعم بس رأينا شغلنا بس عن نفط كل شي قاعدين زراعة ماكو صناعة ماكو معزل التباصل نتحدث عن الصناعة إذا تقدم إليهم من حق اليوم نحشي اليوم بدأنا سنة جديدة ورح ندف حكومة جديدة من تجي على المصانع يقول قمنا ونفذنا وبرعاية المعالي وبرعاية كذا وكذا ورح السصناعة ما موجود أريد شي عراق موجود ماكو؟ لا يوجد شفافية في هذا الموضوع بالنسبة لزيادة أسعار النفط لا يوجد شفافية لا يوجد أي توجه حكومي للإجابة عن هذا السؤال الحكومة فقط يعني لحد هذه اللحظة لم تكمل أي من ملفات الاقتصادية وبالتالي بالتالي يعني كل ما يعني يرتفع سعر النفط والآن السعر هو متنبؤ هذا ولكن السعر هناك مؤشرات هناك طلب عالمي زيادة في الطلب العالمي كيف يتقع المبيع شهريا؟ نحن يعني في آخر إحصائية الآن العراق 3 ملايين وتقريبا 250 ألف برميل باليوم ما جناه من واردات بأكثر من 7 مليارات دولار في تصاعد مستمر هذا يعني طبعا الآن العراق باع في آخر مرحلة على 72 دولار وقبلها 77 دولار الآن في السنة الجديدة هناك المؤشرات وكالة الطاقة الدولية مؤشرات يوميا الآن استهلاك النفط العالمي 100 مليون برميل زيادة 4 ملايين و 500 ألف برميل 500 ألف برميل فقط هذه نتيجة البرد الغارس اللي يعاني الآن أوروبا هذا من جالم وأيضا تتوقع خلال بعد الربع الأول من عام 2022 سوف تصل الزيادة إلى 9 ملايين فوق يعني 109 مليون برميل هناك زيادة هناك ما زالت حاجة كبيرة للوقود الأحفوري ما يثار حاليا في الإعلام وبكثرة باتجاه الطاقات المتجددة هذه حقيقة طاقات مهمة صديقة للبيئة العالم كله يتجه إلى الاقتصاد الأخضر ولكن هذا لا يلغي دور